قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت ميزانية المؤسسة العامة للتأمنات الاجتماعية لسنة المالية 2016-2017 حيث رصدت تعاون المؤسسة مع ديوان المحاسبة لتسوية الملاحظات وأضاف عبدالصمد إن المؤسسة تجاوزت مصروفاتها المعتمدة لسنة المالية 2014-2015 بنحو 7 ملايين دينار نتيجة لارتفاع مصروفات الاستثمار مما تطلب تغطيتها من إيرادات المؤسسة بعدما تم استنفاذ كافة الوفورات في بنود الميزانية مؤكدا أن تلك المعالجة المحاسبية لا تتفق مع مواد دستور